حمد الله أحمد شايع للخروج من سجون بني العباس يجي عبر عن هالسجون في دلالة وإشارة إلى أن هذه تريس تسوقي اللحدات سيسموني هو التقرير رح يكون واضح وشامل وحتى بي أسماء الذاتي ليش مستعجلة؟ أسماء من التيار الصدري أنا ما قلت من التيار قلت شرح أطي أسماء مو هي الدلالة مع الحكومة بني العباس أمطتني أنا كمتابع هنت أن أحمد شايع ينتمي أو عنده توافر فسا مو شرط هذا هذا مو دليل هي العبارة تطلق ما شاء الله أي واحد يضايج من عندك رأسك كالحكومة بني العباس مو شرط أنه يتبع علاجها مؤين يعني أذكر محاضر محاضر مامسين مراتب يقول لها حكومة بني العباس قلت لها حكومة لماذا تسلم عنده مراتب يعني هسا التقرير من اللجنة سيحتوي على أي اسم صدري أو من التيار من قلت لها حكومة بني العباس قلت لش راح يجي تقرير مهني موثق بالأدلة موثق بالصور موثق بمقاطع فيديو للكاميرات وشون التهريب والتقرير راح يقرأ في مجلس النواب على مو للأمان شوقت طني موعد بس يبدي من سنوف فمو نقرأ بالقاعة فارغة أسبوع الجاية يعني راح يكون موجود هو غير تنتهي العطلة التشريعية أول جلسات المجلس راح يقرأ التقرير يعني خلاص وصلنا إلى مشارف معرفة خبايا هذا الموضوع وكل تفاصيل وكل التفاصيل من دخلت للسجين من دخلت إلى مركز شرطة القناة في بغداد وطريقة الآن عندي سؤال سيادة النائب هو الولد محكوم على ما حصلت عليه محكوم هو والمشكلة الحكمة مو كلش قوي يعني حكمة ثلاث سنوات يعني قزمه كبير بحيث أنه يوازي أنه يهرب 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 يسوه بعد زين أوكي ليش اجه للبصرة إذا هو نسجوم ليش راح من بغداد للبصرة أكناس خيرة ساعت له ساعت له أنه يرجع للبصرة يرجع للبصرة ومن البصرة طلبها ووفرت له ملاد آمن بالبصرة ووفرت له قاعدته بالبصرة وأيضا ووفرت له قاعدته في مركز شرطة القناة يعني مع الأسف أنا أقول طبعا هو هذا النقطة الأساسية مع الأسف أنه بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية مع الأسف يكونوا متورطين في تشميله وطبعا أكو ضباط اليوم بالسجون بسبب هذا الموضوع يعني أكو ضباط المسجونين بصراحة أكو بيهم مظلومين وأكو بيهم مستحقين هم للأمانة من خلال التحقيق اللي وجدنا وأكو الضباط اللي هم أساس بالمشكلة وهم اللي كانوا متسببين في توفير هاي الأجواء المريحة لأحمن شايح وليوم مع الأسف خارج القضبان ويتمتعون بالحرية وبراحتهم بعضهم النقل إلى مكانات مهمة في وزارة الداخلية